اذا كما قرأتم في العنوان اليوم سوف اشارك معكم موقع لتحميل مجموعة من الانتريوهات الخاصة بامازون كيدي بي لكن قبل البدء رجاء اذا كنتم موتمين بنوعيته الفيديوهات اضغطوا على زر لايك لكي اعرف عددكم اذا بدون الاطالات وبدون المقدمات لندخل مباشرة في صورة الموضوع لكي اضعكم في الصورة هذا الموقع صمم في الاساس لبيع المنتجات الخاصة بامازون سواء الانتريورز او حتى الكوفر لكن هناك ايضا منتجات مجانية على هذا الموقع الفكرة من هذا الفيديو انني سوف اريكم كيفية انشاء حساب على هذا الموقع وايضا مسألة الكوبيرايت وايضا تحميل هذه المنتجات المجانية وفي الاخير سوف اشارك معكم طريقة التأديل عليها لكي تصبح اكثر احترافية بدون مقدمات لندخل مباشرة في صورة الموضوع طبعا هذا الموقع اسمه كي دي بي انتريور معروف ليس معروف صراحة كثيرا لكنه في الآوينة الاخيرة قد ديع سيطه خاصة بعد نشره لهذه المجموعة من الانتريوريات المجانية بداية اول شيء سوف نقوم به قبل التسجيل هو التعرف على مسألة الكوبيرايت للتعرف على مسألة الكوبيرايت في اي موقع تقومون بالذهاب الى terms of use اتفاقية الاستخدام ثم تقومون بقراءتها بتماعون هنا يخبروننا بان موقع كي دي بي انتريور يحترم خصوصية المستخدمين وايضا يحترموا حقوق الطبع والنشر فبالتالي يخبروننا بان اي شخص يقوم بتسجيل معهم يعني يجب ان يكون حقيقي طبعا هذا سوف نتعرف عليه في فقرة التسجيل إسم الحقوق المستخدمين يعني سواء اشترينا يعني المنتج اشترينا يعني هذه الانتريوات أو هذه الكوفرات أو غيرها فسواء اشتريناها أو حصلنا عليها بطريقة مجانية فهذا يدخل في نطاق حصولنا على الحقوق حقوق الاستخدام خاصة استخدام التجاري فبالتالي الفكرة هنا أننا عندما نقوم بإنشاء حساب على هذا الموقع ونقوم بتحميل هذه الانتريوات المجانية فإننا مباشرة نحصل على حقوق استخدامها إذن الآن بعد أن تعرفنا على مسألة الكوبيعيت ننتقل إلى مسألة التسجيل للتسجيل بكل بساطة نقوم بالضغط على لغان ثم هنا في هذا المكان نقوم بإدخال الإيميل أدريس الخاص بنا ويجب أن يكون طبعا حقيقي إذن وضعت هنا الإيميل الخاص بي وهنا يعني يفضل عدم الضغط على لأنهم سوف يزعجونكم بالرسائل فلهذا يفضل عدم الضغط على هذا الخيار ثم الضغط على روجستر ثم بعد ذلك تقومون بالذهاب إلى كي دي بي أنتريورز ثم تقومون بالنزول إلى الأسفل سوف تجدون هذا الخيار بهذه الطريقة أو بهذا الشكل يعني بـ 0 to 20 دولارز أنتم تقومون بخفضها هكذا لكي تصبحها 0 to 0 دولارز ثم تقومون بالضغط على فيلتر بهذه الطريقة جميع الأنتريوهات التي ظهرت لنا هي أنتريوهات مجانية يمكننا تحميلها واستخدامها طبعا هي متنوية هي قليلة طبعا هي ليست بالكثير قليلة لكن كما قلت لكم في المقدمة يعني يوم بعد يوم يقومون بنشر أنتريوهات مجانية أخرى فبالتالي هكذا نستفيد من هذه الأنتريوهات القليلة مثلا سوف أقوم بالتجربة وأقوم بتحميل هذا الأنتريو الخاص بالوصفات Receipt Journal أقوم بالضغط على Added to Cart ثم بعد ذلك View Cart بعد ذلك أقوم بالضغط على Procedure to Checkout أقوم هنا بكتابة أي اسم مهما كان ثم أقوم بعدم التعليم على هذا الخيار Subscribe to our newsletter ثم أقوم بالضغط على Plus Order عندما تظهر لي آتي الصفحة أقوم بالضغط على File ثم سوف يبدأ الملف بالتحميل أقوم بفتحه لكي أرى كيف يبدو إذن هذا هو الأنتريو البدافتحي ببرنامج Pdf قراءة ملفات Pdf طبعا من الوهلة الأولى يعني شكله ليس بالجيد بثاتا وكما تلاحظون الخطوط هنا عريضة وباللون الأسود الفاتح يعني أنا سوف يكتب الشخص خصوصياته ومعلوماته طبعا ليس بالأنترنيور الجيد لكن يمكننا أن نأخذ منه فكرة يعني يمكننا أن نستنبت منه أفكار يمكننا أن نقوم بتصميم واحد مثله تماما يعني بنفس الطريقة وبنفس الديزاين وكل شيء لكن نقوم بإجراء تأديلات الخاصة بنا مثلا ريسيب كما تراحظون هنا باللون الأسود الفاتح يمكن وضع لون أسود نوعا ما بارد أيضا الخطوط دائما لا يستحسن أن تكون يعني أنقرة يعني عريضة إنما يستحسن أن تكون خفيفة لأن في النهاية في الحقيقة هذه الخطوط ما هي إلا مكان لكي يقوم أحدهم بالكتابة فوقها هذا هو الغرض منها ليس أي غرض آخر غير يعني التعليم خطوط لكي يكتب أحد أحدهم فوقها بالقلم وأيضا كما تلاحظون يعني هذا الانتريور يفتقر إلى الصفحات صفحات يعني الخاصة بالنيم والفون والآدرس التي تكون يعني المعلومات الشخصية الخاصة بساحب الكتاب أو الدفتر وإيضا صفحات الكوبيرايت لا توجد بها وأيضا حتى من ناحية المقاس يعني اختارهم قاموا باختيار يعني مقاس 8.5 في 11 إنش لكن كما تلاحظون يعني هناك فراغ على اليمين وعلى اليسار وفوق وتحت المقاس غير مناسب يعني هذا الفراغ كله ضائع كما تلاحظون إذن هناك عدة مشكل صراحة في الانتريوهات الخاصة أو هذا الانتريور الخاصة سوف أجرب الانتريور الآخر وسوف أعود إليه إذن لنقوم باختيار الانتريور الآخر لنرى جودة هذا الموقع مثلا للاختر مثلا شوبينج لست جورنل نرى كيف يبدو المحتوى الخاص بهذا النوع شوبينج يعني بنفس الطريقة نفس الطريقة التي قمنا بتحميل بها الانتريور الأول نكررها مع الانتريور الثاني هنا يعني وجدت ملفين ملف 6 في 9 وملف 8.5 في 11 نقوم بتجربة مثلا 8.5 في 11 بوس أو إنش أقوم بتحميله إذن هذا هو الانتريور الثاني شوبينج لست كما تلاحظون يعني من ناحية المعقاس الأمر جيد يعني ليست هناك فراغ ليس هناك فراغ لا على اليمين ولا على اليسار وأيضا في الأسفل والأعلى إذن كل ما ينقص هذا الانتريور هو صفحة المعلومات الشخصية وأيضا صفحة الكوبيعات قبل أن نتطرق إلى طريقة إنشائهما لمن لا يمتلك برنامج أو هذا البرنامج الخاص بالتعديل على ملفات البيديف فقط إن قمت بتخصيص حلقة خاصة لهذا البرنامج يعني طريقة تحميله وطريقة تفعيله وروابط التحميل روابط التفعيل وأيضا طرق التعامل مع هذا البرنامج وكيف نقوم بالتعديل على الانتريور إلى آخره طبعا سوف أترك لكم رابطة تلك الحلقة لمن لم يشاهدها في الوصف إذن للتعديل على هذا البرنامج أو على هذا الانتريور عفوا نقوم أولا بالدهاب إلى الصفحة الأولى ثم بعد ذلك نقوم بالدهاب إلى الـــــــــــــــــــــــــــــــو ثم نقوم باختيارات الأعداد white out ثم نقوم بالتعليم على كل شيء كل شيء يختفي ننتقل الآن إلى الصفحة الثانية ونفس الطريقة نكررها نذهب إلى Review ثم White Out ثم نقوم بعمل نفس الطريقة بهذه الطريقة كما تلاحظون الصفحة الأولى والتانية فارغتان تماما إذن الصفحة الأولى كما قلنا سوف نخصصها لـ Information Personal لذلك سوف نذهب إلى Edit ثم بعد ذلك Type Text ثم نقوم بالضغط في أي مكان فارغ ثم نقوم بتكبير الخانة أو الزاوية بهذا الشكل ثم نقوم بكتابة مثلا على سبيل المثال This Book Belongs To ونقوم بالنزول إلى الأسفل أقوم بوضع يعني هكذا طبعاً أقوم بتكبير نوعاً ما لكي أعرف ماذا أكتب كوبي بهذا الشكل أقوم بعمل أضغطني بالزر الأيمن للفأرة ثم أقوم بعمل Select All ثم أذهب إلى هذا الخيار التوسيط ثم بعد ذلك أقوم بتكبير الخط يعني للحجم الذي يناسبني مثلاً هذا الحجم ثم بعد ذلك أقوم بحمل كل هذه العناصر بهذا الشكل ثم عندما يظهر لي هذا الخط الوردي هذا يعني أن العنصر في الوسط تماماً وإذا ظهر أفقياً وعمودياً فهذا يعني أن العنصر أو الكتابة في وسط الصفحة تماماً الآن أصبحت الكتابة في وسط الصفحة في الصفحة الثانية كما قلت نخصصها الكوبيعيت ببساطة في الكوبيعيت نفس الأمر نذهب إلى Edit ثم Type Text ثم نقوم بتكبير المجال قليلاً ثم نقوم بكتابة مثلاً اسم متجرنا مثلاً وبنفس الطريقة يعني نقوم بتوسيط الكتابة لكن هذه المرة لا نضعها في الوسط إنما سوف نضعها في أسفل الصفحة وهكذا نكون قد أنشأنا صفحتين الصفحة الأولى الخاصة ب Information Personal والصفحة الثانية خاصة بالكوبيعيت وفي الصفحات الأخرى يوجد المحتوى الخاص بهذا الدفتر طبعاً الأمر جد بسيط كما لاحظتم وبهذه الطريقة نكون قد حصلنا على Anterior احتلافي 100% فالشخص الذي سوف يشتريه سوف بالإضافة إلى Anterior الذي من المفترض أن يكون جيد وقد قمتم بانتقائه جيداً فسوف يجدوا صفحة خاصة بمعلوماته الشخصية طبعاً هنا في هذا المكان الصفحة الأولى الخاصة بالمعلومات الشخصية ليس بالضروري أن تقوموا بكتابة هذه العبارة إنما يمكنكم مثلاً أن تقوموا بكتابة ببساطة name ثم نقطتان مكان للكتابة ثم تعودوا للسطر phone نقطتان مكان للكتابة تعودون إلى السطر address ومكان للكتابة إذن هذا كل ما كان لدينا في هذه الحلقة جميع الروابط سوف تجدون في الوصف شكراً لكم على المشاهدة ونلتقى في فيديو آخر إلى اللقاء